السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة لكم أينما كنتم عندما ينحدر المستوى الأخلاقي للبعض إلى هذا المستنقع الضحل خاصة في مجال الرياضة فبالتأكيد هناك حالة غير طبيعية وأزمة أخلاق متفشية في بعض المجتمعات بكل أسف أقول هذا الكلام وأنا أتكلم عن البعض عندما يفبرك البعض من المنافسين أو حتى من المرتزقة لتسقيط منافس أو خصم في مجال كرة القدم فهذا الشيء خطير جدا خطير من كل النواحي من القيم من المبادئ من أخلاقيات اللعبة اللي هي دائما في كل شعاراتها وأهدافها الالتزام والاحترام اللي شاهدناه في الأيام الماضية واللي كنت تابع المشهد وما كنت أحب أن أتكلم في هذا الموضوع لكن بكل أسف أن البعض اتخذ من هذه الفيديوهات المفبركة وسيلة لتسقيط النادي الأهلي وأنهش بجمهوره أنهش بجمهوره ويمكن حتى وصل البعض فيهم إلى أن يصف جمهور الأهلي بأوصاف غير لعقة في قنوات فضائية معروفة وأنتم تعرفوها لكن عندما مكشفت الحقيقة وعندما ظهر للكل أن هذا الموضوع كان في سبيل إسقاط جمهور النادي الأهلي والنيل من إدارته ماذا فعلوا هؤلاء؟ هؤلاء وضعوا رؤوسهم في التراب كالنعام لأنه لا أريد أن أوصفهم وأقول مثل البعض اللي وصفهم كالحريم لأن الحريم هم أفضل من الرجال أحيانا الحريم أفضل من الرجال أحيانا وفي كثير من الحالات ربما اللي نتكلم عنها لكن المسألة الأكبر اللي يمكن جلبت انتباهي وليس فقط فبركة هذه الفيديوهات اللي اتضح أنها غير مفبركة ووزارة الداخلية كشفتها وطبعا نحن نتكلم عن جهة رسمية قال لها صولات وجولات طبعا مع جمهور النادي الأهلي ولكن اليوم هي بالفعل التزمت بكل القيم في كرة القدم اللي تحتم عليه حماية منه حماية جمهورها وهذا اللي حدث هذا اللي حدث بالضبط بعد مباراة الهلال السوداني الهلال السوداني عفوا والنادي الأهلي اللي حصل أن بعض هذه القناة منذ ما قلت لكم نشرت هذه الفيديوهات وروجت لها يعني روجت لهذه الفيديوهات بطريقة وبأخرى فقط الهدف منها شنو نيل من نادي الأهلي وجمهورها المسألة الأكبر أن نادي الهلال السودان اتخذ من هذه الفيديوهات وسيلة لشكوى إلى الفيفا بحجة أن جمهور النادي الأهلي تعامل معهم بشكل سيء ويمكن أهم تصريح جلب انتباهه في هذه الفترة هو تصريح نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الهلال السيد محمد إبراهيم العليقي أو ما يسمى بالعليقية العليقية حسب الأسماء اللي متداولة في البلد اللي كل اسم طبعا في كل بلد هو لهجة معينة هذا الرجل صرح تصريحات نارية لأكثر من وسيلة إعلام سواء مرئية أو مسموعة وقال بالحرف أن جمهور النادي الأهلي العاملنا بعنصرية وأنه أسائلنا وأننا قطعنا كل علاقاتنا مع النادي الأهلي ولا رجعة ولا كذا ولا كذا وأمور كثيرة كتبه وهذا طبعا أنا أظهر لكم الآن البيان اللي أصدره هذا الرجل اللي يمكن له منصب رفيع في إدارة نادي الهلال السوداني واستند على بعض الفيديوهات المفبركة مثل ما ذكرتكم في بداية حديثي أنا بس أريد أوجه سؤال للسيد محمد إبراهيم العليقي أنت ش عندك مع النادي الأهلي ما هي العلاقات اللي تربطك مع النادي لأني غير المحبة والويد والإحترام أنتوا جاوبوني يا جمهور نادي الأهلي واللي يسمعوني الآن أو لكل شخص يسمعني حتى لو ما كان من جمهور نادي الأهلي يوضح لي هل أن نادي الهلال لديهم مصالح استثمارية مع نادي الأهلي حتى يقتع علاقاتهم حتى تقتع العلاقات كما صرح هذا الرجل أو هل هناك صفقات يستطيع أن نادي الهلال يوقفها حتى نادي الأهلي ما يستفاد منها هل هناك رعاة بين الناديين هل هناك عقود استثمارية واقتصادية بين الناديين أنا اللي أعرفه أن اللي يرمط ما بين النادي الأهلي ومعظم الأندية وخاصة الأندية السودانية هي علاقات محبة وويد وأخوة ولا تتعدى هذا الموضوع يعني ما تتعدى غير هذا الشيء هل النادي الهلال سيحرم النادي الأهلي من أن يلعب على ملعبه مثلين هل النادي الهلال يمتلك مفاتيح ومقاليد أمور إحنا ما نعرفها خنفهم يعني هذا التهديد التتهدده وتقول أنا رح أقطع علاقاتي مع النادي الأهلي ولا رجع في هذه العلاقات شنوها يعني شنوها العلاقات هاي ما هي ما هي ما هي هذه العلاقات يعني ما هي مكنونات هذه العلاقات تريد نفهم يا تصريعك غريب أنت ثانيا أنت دائما ما كنت يا أستاذ العزيز تحضر بين قوسنا الدواء جهز الدواء قبل الفلعة زيان وتتكلم على النادي الأهلي والنادي الأهلي وهو منع جمهورنا وحتى كنت تشير وتلمس وتأمس إلى النادي الأهلي مع الكاف واللي منع جمهورك من دخول الملعب وثم ظهر البرنس الهلالي وثند هذا الرأي تماماً وطبعاً يمكن حتى الكابتر نحمد شوبير أشاد بهذا التصريح لأحد كبار لاعبي ونجوم الهلال السجنان وانتوا تعرفونه زيان فما هذه المواضيع اللي جاية تحدث ثم أنت تتكلم عن عنصرية أي عنصرية جمهور الأهلي أي عنصرية أي عنصرية تفعلها في الملعب جمهور الأهلي كان ملتزم بأعلى درجات الاحترام هذا ما أجمع علينا الكل وخاصة ومزارة الداخلية اللي تكلمنا عنه في بداية حديثنا زيان؟ لأشادة بجمهور النادي الأهلي جمهور النادي المصر الحاصمي أي عمل غير لائق في هذه المباراة سيصبح مبال على النادي لأن النادي الأهلي ومصر تريد ترجع جمهورها إلى الملائب وبالتالي مو مصلحة الجماهير أن تعمل أي شيء غلط في هذا الموضوع إذن في مجرد بين قوسيا مجرد تظليل وتدليس وأكاذيب على النادي الأهلي مارسها البعض مع الأسف وحتى من أهل الدار مارسوها يعني من مصر مارسوها هذا عمل غير صحيح عمل غير لائق عمل يمكن وثم تتكلم عن عنصرية أي عنصرية أي عنصرية هم اللاعبين اللي تتكلم عن عنصرية فقط في اللون مثلين اللاعبين هم الأفارقة في كل بطرة النادي اللي كان هم لاعبين أفارقة في النادي الأهلي في كل تاريخ النادي الأهلي ولاعبين كبار فكيف عنصرية؟ وين العنصرية؟ عموما الله يهدي الجميع إن شاء الله يمر هذا الموضوع مرور يعني العقلاء يدخلون في هذا الموضوع لإسكاة هذه الأصوات النشاز التي تثيرت الفتنة بين الجماهير وبين الأندية ثم هناك مسألة غاية في الهمية اليوم الاتحاد الأفريقي يختار هدف كهرباء من ضمن خمسة هداف هي الأجمل والأرواح في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا طبعا هناك ثلاث لاعبين عرب هم ناصر منسي لاعب الزمالك اللي سجل هدف أيضا جميل على المريخ واللاعب زهير المترجي لاعب نادي الوداد اللي سجل هدف على شبيبة القبائل لكن وجدت نظري الشخصية والمتواضعة أنا أعتقد أن الاتحاد الأفريقي أخطأ في أن يضع هدف كهرباء من ضمن هذه الهداف لأنه أنشهادت كل الهداف هدف كهرباء يختلف تماما عن مسألة الجمال وعن مسألة الحلاوة وعن مسألة أنه يدخل ضمن تصنيف أروع وأجمل هدف في الجولة لا هدف كهرباء اختلف فيه الموضوع هدف كهرباء كان هدف تقني أكثر مما هو مهاري بمعنى أنه عندما تدخل التقنية وتمتزج مع اللمسة الفنية والإدراك التكتيكي لللاعب في قراءة الموقف ماذا يحدث؟ يحدث هدف أسطوري وتاريخي وليس فقط هدف جميل على ما يبدو أن اللجنة الفنية في الاتحاد الأفريقي لم تركز على قيمة هذا الهدف بأي شكل من الأشكال فقط هم ركزوا على مسألة جمال الهدف وقيمته في اختياره من ضمن أحلى وأجمل أهداف المجموعة وهذا خطأ كبير وقع في الاتحاد الأفريقي الهدف تقني عالي المستوى لأن اللمسة العالية لكهرباء وضحها بحرفنا بحيث أن لو كان كهرباء لمس الكرة لمسة أكثر قوة من هذه اللمسة للمسها لما كانت تثب الكرة بهذا الشكل إلى الهدف يعني المسألة مسألة تقنية عالية الجودة وبالتالي أنا أعتقد أن هدف كهرباء هو أفضل هدف إلى الآن في دور أبطال أفريقيا لهذا الموسم ترجمة نانسي قنقر